رغم أنه انتقد حكومة عبد المالك سلال مرات عديدة إلا أن هذا الأمر لم يمنع الأمين العام للأفلان عمار سعداني خلال اجتماع المكتب السياسي للحزب من أن يرحب بانضمام الوزير الأول عبد المالك سلال لصفوف الحزب العتيد قائلا أن كل من يلتزم بقواعد الحزب هو مرحب به في صفوف الأفلان وبالرغم من أن حكومة سلال هي حكومة تكنقراطية ومطالب اقتراحات الأفلان في مشاورات التعديل الدستوري الجارية بأن تكون الحكومة القادمة من حكومة حزب الأغلبية لا تزال قائمة إلا أن هذا الأمر لم يمنع سعداني من ربط الوصال بالتكنقراطيين مرددا أن الجزائر بحاجة لهم ولو كنا في حكومة الأغلبية الحزبية ترحيب سعداني بالضمام السلال قابله رفض قاطع لعودة الأمين العام السابق للأفلان عبد العزيز بالخادم لسدة الحكم بذات الحزب حيث قال سعداني أن أيام بالخادم على رأس الحزب قد ولت وطويت وإلا أنه لم ينفي صفة العضوية التي لا يزال يتمتع بها بالخادم في الأفلان كمناضر على نفس النهج فتح سعداني النار مرة أخرى على خصومه خصوصا عبد الرحمن بالعياط المنسق السياسي الأزلي للحزب كما يحلو لسعداني وصفه معتبرا أن عمله لا يخرج من صفة التخريف التلفزيوني الذي دأب عليه في شاشات مؤكدا أن الأفلان قد وجه في مرات عديدة الدعوة لبلعيات وجماعته للإنخراط في القواعد والعمل على التحضير للمؤتمر غير أنهم رفضوا يقول سعداني